ما هي فوائد قمر الدين؟ قمر الدين هو عجينة المشمش المجفف ويتم تناول قمر الدين على شكل عصير أو حلوى فما فوائد قمر الدين؟ أولا تعزيز صحة الجهاز الهضمي من فوائد قمر الدين أنه يدعم عمل الجهاز الهضمي حيث يقي من الإمساك والسبب في ذلك يعود إلى احتوائه على كميات جيدة من الألياف الغذائية وخاصة الألياف القابلة للذوبان ثانيا حماية القلب من الأمراض قد يساهم قمر الدين في حماية القلب من الأمراض وذلك بسبب محتوى العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان غناه بالبوتاسيوم حيث يعد البوتاسيوم مهم جدا لصحة القلب والحفاظ على ضغط الدم السليم ثالثا الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من فوائد قمر الدين أنه يقي الجسم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وذلك بسبب غناه بعنصر الحديد حيث كل كوب من المشمش المجفف غير المطبوخ يحتوي على ما يقارب ثلاثة بوينت خمسة ملغراب من الحديد رابعا تعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات يعد قمر الدين المصنوع من المشمش المجفف مصدرا لمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وخاصة مضادات الأكسدة مثل فيتامين اي وفيتامين جيم المهمين لمحاربة الجذور الحارة وحماية الخلايا من التلف خامسا المساهمة في زيادة الوزن زيادة الوزن قد تكون ضمن الفوائد للأشخاص الذين يرغبون بذلك فيمكن تناول قمر الدين لتحقيق الفائدة حيث أنه مصدر للسعرات الحرارية والطاقة سادسا الوقاية من هشاشة العظام الوقاية من هشاشة العظام أحد فوائد قمر الدين وذلك بسبب احتوائه على عنصر الكاليسيوم الضروري للحفاظ على سلامة العظام وتقويتها سابعا المساهمة في علاج حب الشباب أحد فوائد قمر الدين الجمالية أنه يساهم في علاج حب الشباب وذلك بسبب احتوائه على فيتامين A وليس هذا فحسب بل أن فيتامين A قد يساهم على كل من الآتي زيادة نظارة البشرة ترطيب البشرة الوقاية من علامات التقدم في السن وهكذا أعزائي أنهينا لكم فوائد قمر الدين إذا أعجبكم الفيديو لا تنسى بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد